بعد الفيديو ده مستحيل تشتروها من الشارع بجد يعني حرام لما نشتريها من الشارع مش عشان حاجة لأ هي مش مستهلة ان احنا نجابها من الشارع خطيرة هوريكي طريقة سهلة جدا وبسيطة وهقولك على سر ازاي لما تحطيها في التلاجة ولا تسود ولا تنشف ولا اي حاجة خارس خليكي تطلعيها زي افخم واكبر المحلات الحلوان اللي بتعمل عشان كده بقول حرام وخصارة فلوسنا اللي بنشتريها من الشارع اول حاجة هنجيب نص كيلو من الكنافة هحطه في الفريزر يجمد يعني ممكن تحطيه ساعة اتنين قبلها بيوم بعد كده همسكه بيدي افتفته ميت حتة يعني بصي اهريها حابة تحطي معلقة زبدة او زيت او سمن عليها اوكي ونقوم دخلينها الفرن لحد لما تحمر وكل شوية كنت بفتح الفرن وقلبها تقليب علشان ما تتهرقش بعد ما خرجت من الفرن طبعا باللون الامر ده اللون ده بحل ننزل عليها بمعلقتين عصر ابيض لو انتم حابين علشان تحلوها مش حابين تقدروا تحطوا معلقتين سكر بودر مش حابين تقدروا تعملوا شربات تجيبوا كباية من السكر وتجيبوا عليها كباية ونص من المياه وعصرة لمونة وزرف فانيليا ونسيبهم يغلوا شوية لحد ما يتكون معنا شربات ونحطوا عليها طبعا التحلية دي ترجع لزوء كل حد فينا فيه ناس بتحبش السكر في الحلويات وفيه ناس بتحب السكر في الحلويات فأجمل الحلويات اللي انت بتعمليها في بيتك علشان بتتحكمي في كمية السكر بعد كده معي حبيتين من المنجا طبعا اختصارا للوقت أشرتهم أخدت منهم كام شريحة عملتهم مكعبات والباقي هفرموا في الخلاط وده كيس جلي بطعم المنجا هجيبه أفضيه وأحط عليه كبية واحدة بس من الميا المغلية طبعا حبي انت زوده سكر تمام أنا شخصيا ما حطتش سكر هتديله تقليبة واركنه على جنب لحد ما يبرد تماما نيجي بعد كده دي المنجا المكعبات اللي أنا قطعتها علشان هنزاين بيها وش الكنافة بالمنجا ودي المنجا اللي هي طبعا بعد ما قطعنا انتهت داريته كده هو فطبعا هنحطها في الخلاط هنشتغل في خلاط ميا يعني ولا بقى محتاجين مضرب ولا هند بلندر ولا أي حاجة معي كبية من اللبن المسلج أنا كنت حطها في الفريزر طيب هتبقى مكلفة يا نيرمين تقدر تحطي كبية من الميا بس أنا بقول لبن حاجة مغزية ليكي وللي موجودين معاكي في البيت معايا كبية من الكريم شانتي طبعا أنا قلت لكم أنا بستخدم كريم شانتي دريم تقدروا تجيبه أي نوع انتو حابينه هحطوا كبية من الكريم شانتي وفي الملحلة دي لو حابت ديفي سكر تحبي الحاجة مسكرة ديفي أضيف طبعا فنجان من اللبن البودرة بما يعاد المعلقتين كبار من اللبن البودرة برضو تقدر تستغني عنهم لكن هم بيدوا دسامة وطعم وإحنا عارفين اللبن البودرة مهم جدا كالسوم لعظمنا طبعا فتقدر تضيفيه وتقدر تشليه فاللي تحبيه طبعا تقدر تحطيه طبعا ده قصدي الجلي اللي هو بتعمل المنجا بعد ما برد تماما وهتحطيه سخن هنحط نصه في الخلاط والنص التاني هنشيله علشان هقولك على السر اللي هيخلي المنجا في الوش معاكي تلمى ومستحيل تسود لو قعدت عايز أقولك أسبوع في التلاج هاخد الكلام ده كله أضربه في الخلاط كويس جدا أول حاجة بخلي الخلاط على سرعة واطية وبعد كده بعل السرعة على آخر مدة ما تقلش عندي اقتين تلات دقايق وكده ضربناه خلاص في الخلاط هنجيب طبعا الصينية اللي هنقدم فيها على طول عشان نرس الطبقات ينفع يبقى كبيات ما فيش مشكلة ينفع يبقى أطباق برضو ما فيش مشكلة حطيه في أي حاجة انت حباها فيش أي مشكلة طبعا في أرضية الصينية حطيت كمية كريمة بسيطة كده هوت علشان تطريلي الكنافة شوية وانزلت بكمية كنافة مناسبة شوفوا الهيسة دي كلها بنص كيلو كنافة ده غير كمان إن أنا أخدت منه الطبق أعملته لولادي بلبن فيعني أقل من نص كيلو ودي كده كان التاني صينية برضو علشان كده بقول حرام نجيبها من الشارع يعني بسيطة خالص يعني لكن من الشارع حتجيبها برقم فحطيت برضو كمية مناسبة من الكنافة وبعد كده بقى بنزبط الصواني بتاعتنا ونبتدي نحط طبقة كريمة على الوش من اللي إحنا عاملنا طبعا الكريمة تقدر تكطريها تقدر تقليليها تقدر تلعبي في السكر بتاعها حلوة الحلويات اللي منعملها في بيتنا إن إحنا منحكم في السكر طبعا بمعلاقة كده ونبتدي نساوي الكريمة بتاعتنا كده هوت أهو في الوقت ده تقدر تدخليها التلاجة شوية الكريمة تجمد لكن لو أنت مستعجلة زي حالتي فده تقدر تشتغلي على طول ما فيش أي مشكلة مش بيصل حاجة لكن هتكوني حريصة شوية وانت بتصبي بقى المانجا والجلي علشان بس إيه الصينية شكلها ما يبص معاك أهو خلصنا والكريمة اللي هتفيد يعني أنا فاض مني تقريبا بتاع الطبقة كريمة حطيتها في الفريزر والدي عاملوه معاملة الايس كريم وكلون طبعا هنيجي بقى شوية الجلي اللي فاضوا دول بتاع المانجا هنفضي عليهم المانجا اللي إحنا مقطعينها مكعبات وده السر اللي مش هيخلي المانجا معاك تسود أو طعمها يغير وهي في التلاجة يعني عادة المانجا لما بنحطها مثلا في التلاجة يومين تلاتة متقطعة بتسود وتعمها بنغير لأ الجلي ده يفضل محافظ على لمعاتها يعني زي ما حضرتك شايفة كده بص اللمعة جميلة يعني جايبها من محلة حلويات جاهزة يعني مستحيل اللي يشوفها يقولك إن انت عاملها في البيت بجد بجد تستهل التجربة لازم تجربوها وإذا وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تعملي لايك وشيرك كتير للفيديو وإذا قلتوا جداد على قناة بيت العلاء وقالات نرميل ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة واشوفكم في فيديو جديد على خير بإذن ربنا باي باي